موسيقى من على أرض الأردن مرة أخرى هذا الشاب الطبيب الذي قرر أن تكون له بصمته الخاصة في التغيير فأنشأ قادة الغد وأنشأ فرصة.com هو طبيب أردني شاب سيقدم لنا رؤيته الخاصة الآن وهو الدكتور سامي حوراني أهلا الحقيقة لا سبيلة للتغيير دون المكان العام أحكي لكم قصة صغيرة بأحد الأيام قبل سنتين قاعد عم بحكي مع أحد المسؤولين في أحد المحافظات أسألهم أطلب منه أن يتحدث مناظرات ديوانية فأطلب منه أن يتحدث في ديوانية فهذا المسؤول أحكي له عن الطرح أحكي له عن المكان فأسألني أين المكان؟ أحكي له بساحة عامة بجانب هذا الشارع الرئيسي أنا عجق أحكي له بجانب أن أنزل بالساحة العامة أقعد أحكي مع الناس متخل الباقي عندكم هذا كان رد المسؤول الكبير بهذه المحافظة قالت له والله ما عليك هذا هو النظام وهيك إحنا بنعمل مناظرات وهذه هي ديوانية ما كان رده؟ أنا درست بأمريكا، أنتوا ماذا تفهمكم؟ أنتوا بكم تخربوا البلد؟ هذا كان رد المسؤول قالت له والله ما عليك هذا النظام وهيك إحنا بنعمل سأسمعوا، إذا تقربوا على المحافظة سأحوطها بالدرك وسأصفي دمكم تيت 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 انتهت المكالمة هذه كانت إحدى المكالمات لندعي متحدث ليحكي على ديوانية بديوانية كنا بنأمن أن المكان العام هو مكان للمسؤول والمواطن البسيط ليحكوا مع بعض بكل شفافية من غير عوائق للمواطن البسيط يحكي مع المسؤول من غير أي حواجز ليسأله ليطلب منه الحجج البراهين ليطلب منه الأرقام أو الإحصاءات اللازمة اللي هي اللي منسميها بطريقة أخرى مساءلة المسؤول المسؤول عنه ما بدي يتساءل واللي هي يعني بنص اللي بحكي أو نص مسؤوليته كمسؤول هذا يعني رؤيتنا كانت لديوانية لتكون هذا الفضاء الحر اللي بجمع المواطن والمسؤول بضلني أتذكر مرة موقف من المواقف بمناظرة كانت في راس العين أحد المواطنين صاحب مقهى شعبي في وسط البلد فصاحب المقهى شعبي وقف ويقول لأمين عمان أنت واحد ديكتاتور صفر وجهة يعني لما سمع المسؤول لما سمع أنت واحد ديكتاتور أنا كنت عم بتدير المناظرة بذلك الوقت من داخل قلبي فرح لأنه هذا اللي بدنا بدنا المواطن يقدر يحكي للمسؤول هذه الكلمة وهذا المسؤول يتقبلها بكل صد الرحب وبكل حضارية وثقافة وبكل تقبل يعني تقبل وجود المناظرة أو وجود النشاط في المكان العام بيعطي للمواطن بيعطي للشخص البسيط مختلف الخلفيات مختلف الثقافات الحق أنهم يسائلوا المسؤول ويحكوا معاه بطريقة مباشرة ويكونوا معاهم على اتصال على أساس يصير فيه نوع من المسائلة ما هو المهم؟ ما هو المهم بالمكان العام واللي إحنا بيحاجة إله وليش إحنا بيحاجة إلى مكان عام؟ لأنه بيعطينا ثورة ثقافية تنويرية مبدعة هاي الثورة الثقافية التنويرية المبدعة لمكانها المكان العام المكان العام الذي إحنا أعطيناه صورة سلبية يعني شو نظرتكم على المكان العام؟ ممكن تحكي إلقاء نفايات هذه هي النظرة السلبية للشارع أو للمكان العام هذا المكان المفروض يكون الجانب الثقافي الفني فيه نحن بحاجة لوقفة فعلية لنعيد تعريف المكان العام لنغير الصورة النمطية للمكان العام من مكان عم بيعوم فيه هذه الصورة السلبية اللي هي نتحدث على تحرش ونتحدث على إلقاء نفايات على عدم احترام قوانين للسير كل هذا عم بتسير بالمكان العام نظرة فعلية لتغيير إحياء أو لتغيير صورة نمطية للمكان العام وإحياءه للفنانين انزلوا على المكان العام وإعملوا بروفات مسرحياتكم انزلوا وإعملوا بالساحات بالشوارع على الأرصفة الموسيقيين جيبوا قيتاراتكم جيبوا ساكس فون جيبوا الآلاتكم وانزلوا وتدربوا قدام الناس انشروا هذه الثقافة فرجوا أنه فيه إشي مختلف بالمكان العام الشعراء انزلوا وإحكوا شعركم قدام الناس بدكم تحكوا لي شو الناس دا تحكي وناس دا تضحك علينا ويمكن تهاجمنا ويمكن تسبع علينا هذا هو هذا الجزء من تغيير الثقافة وإلا راح نضلنا بهذه الدائرة المفرغة اللي هي إنه المكان العام في صورته السلبية وإنه الثقافة والفن هو محصور للنخبة وفي أماكن معينة إحنا بحاجة فعليا لتغيير الصورة النمطية للمكان العام وإضافة جانب ثقافي فني فكري سياسي اجتماعي للمكان العام خلينا ننزل ونحتل للشوارع والأماكن العامة ونثبت حالنا فيها ونضيف جوانب أخرى للأماكن العامة لا سبيل للتغيير إلا بالمكان العام شكراً